أعادت بلدية بعلبك فتح الطرقات الداخلية بمؤذرة قوى الأمن الداخلي بعدما قطعها تجار المدينة تنديداً بأحداث الأسبوع الماضي التي أدت إلى مقتل شخصين وهدد تجار الوسط التجاري بتصعيد الاحتجاجات مطالبين القوى الأمنية بأن تطلع بدورها في حفظ الأمن نحن الهدف أن نوصل رسالة بصوت عالي أن هذه المدينة مدينتنا بنحافظ على كل أمننا وكل أمن أهلنا من أمننا كان الأرار حاسم من الجميع لا لأقفال الطرقات ولا لأ أي أعمال تخل بمصالح المواطنين الكل متفق على أن تفعيل دور القوى الأمنية مطلب ملح لجميع القوى الحية بالمدينة وهذا مطلب ينجد فيه التجار ونتأمل أن نوصل إلى دور فعال ودائم ومستمر للقوى الأمنية وأكد رئيس البلدية أن لقاء المعنيين في قوى الأمن الداخلي أدى إلى قرار حاسم قضى بإعادة فتح الطرقات وكذلك أدى الاجتماع بالنشطين إلى التوصل إلى أنصاف الحلول تقوم على فتح طرقات المدينة وبقاء الحراك سلميا ترجمة نانسي قنقر